السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم على الانترسابت التقاطعات تقاطع X وتقاطع Y مثلا في هذا الرسم مثلا لما نتكلم مثلا على هذه النقطة بالضبط مثلا نتكلم على 2 و 0 هذه ما نسميها تقاطع X يعني لما تكون تقاطع X intercept the X intercept always يكون عندنا Y يساوي 0 بالنسبة للنقطة الثانية 0 سالب 8 هذه ما نسميها تقاطع Y يعني الخط يقطع Y axis في هذه النقطة بالضبط يعني دائما Y intercept يكون X تساوي 0 مثلا طلب مننا نبحث على X intercept نعود Y بالسفر نبحث على Y intercept X equals 0 في هذا المثال مثلا identify the X and Y intercept فالمثال أول بالنسبة للأ لو تلاحظوا أن عندنا X intercept عندنا في هذه النقطة الثانية بالضبط اللي هي سالب 1 و 0 و 3 و 0 عفوا و بالنسبة للY intercept فعندنا 0 أنه سالب 3 0 أنه سالب 3 فالنقطة الثانية بالضبط فالنقطة الأولى عندنا مثلا هنا سالب 1 0 و 3 0 فهذه بنسميهم X intercept أوكي وبالنسبة للY intercept أوكي فهذه بنسميهم X intercept أوكي بالنسبة للY intercept فعندي فعندي سفر سالب 3 فالنسبة للY intercept فهذه بنسميها Y intercept أوكي بالنسبة للB There is no Y intercept لأن الخط هذا الرأسي ما يقطع أصلا Y axis فبيقطع X axis في هذه النقطة بالضبط هذه اللي هي 2 2 و 0 أوكي فهذه 2 و 0 فدائما X intercept يكون عندنا Y بتساوي 0 بالنسبة للY intercept دائما X بتساوي 0 Find the intercept and sketch the graph of Y equals 2X minus 5 فأول شي لما نبحث على الانترسابت يعني X intercept و Y intercept نبدأ بالY intercept مثلا فمثلا بالنسبة للانترسابت لازم نبحث على الY intercept مثلا الأول فمنسبة للY intercept يعني أن X بتساوي 0 يعني نعوض X بسفر فبيكون عندي Y بتساوي 2 ضرب 0 ناقص 5 اللي بتساوي سالب 5 ما نقري 5 سالب 5 لأن الانتنين في السفر بتساوي السفر فبالنسبة للY intercept عندي مثلا هنا هي هي السفر والسالب 5 أوكي هذه بالنسبة للY intercept بالنسبة للX intercept نعوض Y بالسفر فبيكون عندي مثلا هنا مثلا صنعوض Y بسفر تساوي 2x ناقص 5 فهذا يعني أن 5 بتساوي 2x ونقسم على 2 في الطرفين فبيكون عندي 5 أوكي 0-5 بالنسبة للرسم بالنسبة للرسم 0-5 5-2 0 بالنسبة للو y intercept عندنا 0-5 1-2 3-4 5-1 1-2 3-4 5-1 2-3 4-1 0-5 0-1 2-3 4-5 4-5 5-2 0-2 5-2 0-5 0-2 0-2 0-0 10 0-0 هنا عندنا Vertical Lines and Horizontal Lines تكلمنا على في الفيديو السابق لما يكون عندي X بيساوي C بنتكلم على خط رأسي X بتساوي C لما يكون عندي Y بيساوي عدد مثلا بنتكلم على خط أفو بالنسبة للحالة بتاع X بتساوي سالب ثلاثة فمن قبل عرفنا بأن لما يكون عندي X بيساوي عدد فنتكلم على خط رأسي اللي هو مثلا X بيساوي سالب ثلاثة فنحسب سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة بيكون خط رأسي X equals minus 3 بالنسبة للانترسابت يكون عندي بالضبط X انترسابت اللي هو سالب ثلاثة والسفر there is no Y انترسابت because the line does not intersect Y axis يعني ما في علاقة ما بين ال Y axis هنا find intercept and sketched graph بالنسبة لل Y بتساوي ثلاثة تعلمنا أننا بيكون عندي Y بتساوي A دائما بيكون عندي خط رأسي خط أفقي فعندنا واحد اتنين ثلاثة ونرسم الرسم هي Y equals 3 وبنسبة للانترسابت there is only Y intercepts بيقطع لل Y axis بالضبط لما تكون X بتساوي سفر عفوان لما تكون X بتساوي سفر right and Y equals 3 but there is no X intercepts there is only Y intercepts السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته